موسيقى الأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال إنجازنا لهذا الدرس ويتعلق الأمر بثلاثة أهداف الهدف الأول إدراك ومعنى البر الحقيقي الهدف الثاني معرفة مظاهر البر الحقيقي الهدف الثالث تمثل مظاهر البر عمليا إذن أعزائي التلميذ عزيزة التلميذات هذه هي أهم الأهداف التي ينبغي أن نحققها من خلال إنجازنا لهذا الدرس المبالي بعد ذلك ننتقل إلى قراءة النص القرآني المؤثر لهذا الدرس ويتعلق الأمر بالآية السابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة إذن نقرأها على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم إذن بعد هذه القراءة بعد هذه القراءة أعزائي التلميذ أعزائي التلميذات ننتقل إلى بيان مدلولات الألفاظ والعبارات وشرح ما ينبغي أن يشرح منها طبعا الحال أن الكلمات والعبارات التي تحتاج إلى شرح في هذه الآية هي كثيرة جدا ولكن سنكتفي ببعضها الكلمة الأولى هي البر البر بكسر البأ عندنا البر وعندنا البر وعندنا البر البر ضد البحر والبر هو القمح والبر هو اسم جامع لكل خير ولكل طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى العبارة الثانية ابن السبيل المقصود بها المسافر الذي انقطعت به الطريق الكلمة الثالثة البأساء هي من البؤس وهي ما يصيب الإنسان في ماله في ماله كالفقر والاحتياج كالفقر والاحتياج وغير ذلك الكلمة الرابعة الضر من الضر وهي ما يصيب الإنسان في نفسه من الأمراض والأسقام ثم عبارة أخرى آت المال على حبه أي أعطى المال مع شدة حبه له ثم كلمة أخرى اليتام جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم ثم كلمة أخرى المساكين جمع مسكين وهو من لا يملك شيئا من المال أو يملك ما لا يكفيه لسد حاجيته ثم كلمة أخرى وحين البأس وقت القتال أو وقت القتال في سبيل الله إذن هذه هي أهم الكلمات والعبارات التي تحتاج إلى شرح في هذه الآية بعد ذلك أعزائي التلاميذ عزيزة التلميذات ننتقل إلى استخلاص المضامين الواردة في هذه الآية المضمون الأول بيانه سبحانه وتعالى أن تولية الوجه قبلة مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين المضمون الثاني بيانه سبحانه وتعالى أن من مظاهر البر الحقيقي تمكن الإيمان من قلب العبد وقيامه بالعمل الصالح وتحليه بفضائل الأخلاق بعد هذه المرحلة ننتقل إلى استخلاص الأحكام والقيام الواردة في هذه الآية ونبدأ أولا بالأحكام الحكم الأول استحباب الإنفاق في وجوه الخير والإحسان الحكم الثاني وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الحكم الثالث وجوب الوفاء بالعهد الحكم الرابع وجوب التحلي للصبر وتلاحظون أعزاء التلاميذ عزة التلميذات أن هذه الأحكام كلها استخلصناها من الآية التي قرأناها ثم هذه الآية أيضا تحتوي على قيم كثيرة ونكتفي بثلاث منها القيمة الأولى هي قيمة الصبر والثانية هي قيمة البدل والعطاء والقيمة الثالثة هي قيمة الوفاء بعد استخدامنا للمضامين والقيم والأحكام ننتقل إلى بيان محاور هذا الدرس التي سنحللها إن شاء الله المحور الأول البر ليس هو الاتجاه نحو المشرق والمغرب والمحور الثاني بيان مظاهر البر الحقيقي انطلاقا من هذه الآية إذن أعزاء التلميذ ننتقل إلى المحور الأول والمتعلق ببيان أن البر ليس هو الاتجاه نحو المشرق والمغرب قال سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر أن البر ليس هو الاتجاه نحو المشرق والمغرب فالله سبحانه وتعالى أخبر أن البر الحقيقي هو أن البر الحقيقي هو أن يولي الإنسان ليس هو أن يولي الإنسان وجهه ناحية المشرق أو ناحية المغرب وإنما البر الحقيقي يتجلى ويظهر في أمور أو في خصال سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله واختلف المفسرون في هذه الآية في الخطاب المذكور في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إذن فهنا هل هذا الخطاب هو خطاب عام أم خطاب خاص؟ هناك من المفسرين من ذهب إلى أنه خطاب خاص ولكن هناك مفسر آخرون ذهبوا إلى أنه خطاب عام كما قال الإمام الرازي رحمه الله والذي تسكن إليه نفسه هو هذا القول يعني هو أن هذا الخطاب هو خطاب عام لأنه لا يوجد نص صحيح يخصص الخطاب لطائفة معينة من الناس ولأن المقصود من الآية الكريمة إنما هو إفهام الناس في كل زمان ومكان إفهامهم أن مجرد تولية الوجه إلى قبلة مخصوصة ليس هو البر الكامل الذي يعنيه الإسلام وإنما البر الكامل يتأتى أو يأتي في استجابة الإنسان لتلك الخصال الشريفة التي اجتملت عليها هذه الآية والتي تجعل المتمسكين بها على صلة طيبة بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى إذن هذا هو المقصود بالبر إذن فهذه الآية انطلاقا من هذا النص الذي قرأناه لا ترتبط بفئة معينة ولا بزمن معين ولا بأشخاص معينين وإنما هي عامة وصالحة لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل الأشخاص إذن فهي تبين معنى البر الحقيقي إذن أين يتجلى وأين يظهر البر الحقيقي هل يظهر في توجه الإنسان نحو المشرق والمغرب أم أنه يظهر في غير ذلك هذا ما سنتعرف عليه في المحور الثاني إذن المحور الثاني مظاهر البر الحقيقي هذه المظاهر تتجلى أولا في أصول الإيمان وتتجلى في الأعمال إذن أصول تتجلى في أصول الإيمان ثم في الأعمال الصالحة والأخلاق التي يتخلق بها الإنسان إذن فهذه الآية اجتملت على أصول الإيمان ومن بين هذه الأصول التي تحدثت عنها الإيمان بالله ولكن البر منامن بالله إذن الإيمان بالله يعني التصديق الجازم بأن الله عز وجل إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وأنه سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو مدبره وهو المتصرف فيه كيفما يشاء سبحانه وتعالى وأنه لا شيء يقع في هذا الكون إلا بإرادته وتقديره سبحانه وتعالى وأنه لا راد لقضائه ولحكمه إذن هذا هو الأصل الأول الإيمان بالله الأصل الثاني الإيمان باليوم الآخر ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر إذن اليوم الآخر المقصود به يوم القيامة والذي يبدأ من البعث والنشور بعث الناس وإخراجهم أو خروجهم من قضورهم ثم المحشر ثم الحساب ثم عرض الأعمال على الله عز وجل إلى غير ذلك من المراحل التي تختم بالجنة أو بالنار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحفظنا من النار إذن فهذا الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان ثم الإيمان بالملائكة أن يؤمن الإنسان بالملائكة الذين هم مخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم وشرفهم وفضلهم خلقهم من نور ووصفهم في القرآن بأنهم لا يعصون أمره كما قال سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر ثم الأصل الرابع الإيمان بالكتب الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والموصلين إذن يؤمن الإنسان بهذه الكتب جميعها ولا يفرق بين كتاب وكتاب آخر إذن فجميع الكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على الرسل السابقين على الرسل والأنبياء يؤمن بها الإنسان ولا يكفر بواحد منها إن كفر بواحد منها فإن إيمانه لا يكون كاملا أو لا يكون صحيحا إذن الإيمان بالكتب ثم الأصل الخامس الإيمان بالنبيين بالنبيين الأنبياء الذين خلقوا عن الله الأنبياء والرسل جميعا جميع الأنبياء وجميع الرسل سواء من ذكر اسمهم في القرآن أو من لم يذكر نؤمن بجميعهم لا نفرق بين أحد من رسله إذن فالإيمان بجميع الأنبياء والرسل والتصديق بأنهم أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس وأنزل عليهم الوحي وأعطاهم الكتب والصحف لتبليغها للناس من أجل هداية والإرشاد إذن هذه الأشياء كلها ينبغي للإنسان أن يؤمن بها ويصدق بها إذن فهذه الآية اجتملت على أصول الإيمان الخمسة وطبع الآن نحن نعلم أن أركان الإيمان ستة وهي هذه الأصول الخمسة التي ذكرناها بإضافة إلى الإيمان بالقضاء والقدر وهذا الإيمان بالقضاء والقدر يعني ذكر في آيات كثيرة من القرآن الكريم وذكر أيضا في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المظهر الثاني من مظاهر البر الحقيقي هو الأعمال الصالحة وهذه الأعمال ذكر منها في هذه الآية يعني أمثلة من بين هذه الأمثلة ما أشار إلى سبحانه وتعالى بقوله وآت المال على حبه إذن إعطاء المال يمقصود به الصدقة أن يتصدق الإنسان بماله وهذه الصدقة تكون أو تصرف أو تعطى لفئات واجهات معينة ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا منها ذكر ذوي القربة المحتاجين أقرباء الإنسان أقاربه المحتاجين الفقراء فهؤلاء ينبغي الإنسان أن يعطيهم وأن يتصدق عليهم ثم اليتام اليتيم كما أشرنا في الشروحات اللغوية أنه هو الذي فقد أباه اليتيم هو من فقد أباه وكان فقيرا ومحتاجا فهذا أيضا يحتاج إلى العناية والرعاية وأن يواسى بأنواع كثيرة من المواسات ومنها المواسات بالمال ثم أن يعطى هذا المال أيضا للمساكين المسكين هو الذي لا يجد شيئا أو هو الذي يجد ما يكفيه لسد حاجته خاصة وأن كثير من المساكين لا يسألون الناس ويستحيون أن يسألوا غيرهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غينا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رواه الإمام البخاري في صحيحه فهذا المسكين أيضا ينبغي أن يكون له نصيب من مال الإنسان ثم ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الحبال فهذا أيضا يعطى المال ويتصدق عليه ليجد ما يصله إلى بلده ثم السائلين هم الذين يسألون الناس ويتعرضون لهم من أجل أن يعطوهم فهؤلاء ينبغي الإنسان أيضا أن يتصدق عليهم ثم يعطاء المال في فك الرقاب ويقصد بذلك يعني بفك الرقاب هو أن يشاري الإنسان رقبة ويعتقها أو أن ينفق ماله في كاك أسرى المسلمين وغير ذلك كما ذكر المفسرون رحمه الله وتعالى في هذه الآية إذن المظهر الثاني كما قلنا من مظاهر البر الحقيقي هو الأعمال الصالحة والعمل الأول قلنا هو إعطاء المال وذكر الله عز وجل وجوه أو بعض الأصناف الذين يعطى لهم المال ذو القربة المحتاجون واليتامة والمساكن وابن السبيل والسائل وفي الرقة ثم إقامة الصلاة إقامة الصلاة المقصود بها إتيانها بأركانها وشروطها وفي وقتها المحدد والمعلوم ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى ووفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل الثالث هو إيتاء الزكاة نقصد بذلك الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على أغنياء المسلمين طبعا على الحال إذا توفرت الشروط إذا توفرت شروط إخراج الزكاة ثم الوفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عهدوا أن يوفي الإنسان بعهده سواء كان هذا العهد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أو كان بينه وبين أخيه الإنسان إذا فجميع العهود والأمانات ينبغي للإنسان أن يوفي بها وأن يلتزم بذلك ثم قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء إذن من أصول العمل أيضا من أصول الأعمال الصالحة أيضا الصبر هذا خلق عظيم من الأخلاق التي حث على إسلام الصبر ينبغي للإنسان أن يتحلى به بأنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على المعصية الصبر على الطاعة يكون بامتثالها والصبر على المعصية يكون باجتنابها والابتعاد عنها والصبر على البلاء والأقدار الامتلاءات التي يبتل في الله سبحانه وتعالى عباده إذن أعزائي التلميذ عزيزتي التلميذات هذه الآية أشارت إلى بعض أو إلى وصول الإيمان وبعض الأعمال الصالحة والأخلاق التي ينبغي الإنسان أن يتخلق بها ويتعتبر من البر هي من البر الحقيقي فهذه الأشياء هي التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يمتثل بها في حياته فإنها هي البر الحقيقي وطبعا الحال هذه الأمثلة التي ذكرت في هذه الآيات ليست على سبيل الحصر وإنما هي من باب الأمثلة فقط وإلا فأنواع البر هي كثيرة أو أكثر مما ذكر في هذه الآية إذن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعلنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته